موسيقى موسيقى رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضيف مصر فخامة الرئيس إلهام علياذ رئيس جمهورية أذربيجان موسيقى 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 زيارة نهامة لفخامة الرئيس إلهام علياذ رئيس جمهورية أذربيجان إلى مصر تعكس مدى قوة وعمق العلاقات التاريخية الممتدة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان على جميع المستويات بما يسهم في تعزيز التعاون أثناء بين البلدين لسيما في المجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارية الآن نشهد معا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان هذه العربية الممتدر سعربيجان على عدد من مصر العربية أليظاً تحسسي الى اقتصاد الى هذه العربية سعربيجان ومكتقلات التدورية تجارية عدد من مرشاكله ونحن ومعادي وجمال العربية سعربيجان ومسر العربية المزاعدة سعربيجان بحقبة مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية أذربيجان ويوقعها عن القانب المصري سيد سامح شكري وزير الخارقية ويوقعها عن القانب الأذري السيد جيهون بايراموذ وزير خارقية أذربيجان فليتفضل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بين محافظة القاهرة بقمهورية مصر العربية وسلطة تنفيذية لمدينة باقو بقمهورية اذربيجان يوقعها عن القانب المصري سيد سامح شكري وزير الخارقية ويوقعها عن القانب الأذربيجاني الوزير جيهون بايرموف وزير الخارقية اذربيجان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصري سيد سامح شكري وزير الخارقية ويوقعها من القانب الأذربيجاني الوزير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويوقعها من القانب الأذربيجاني الوزير جيهون بايرموف اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان يواقعها عن القانب المصرية المهندس عمري طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويواقعها عن القانب الأذربيجاني السيد رشاد نبياذ وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان موسيقى 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 المترجم للقناة شكرا لحضراتكم جميعا شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شكرا ضيف مصر الرئيس إلهام علييف وبعد دقائق قليلة تبدأ وقائع المؤتمر الصحفي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة في استقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا للروابط التاريخية الممتدة بينهما كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخاماتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسا لجمهورية أزربيجان لفترة جديدة وكذا على السقة التي حظل بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع تمنياتي لكم ولبلديكم الصديق بكل التوفيق السيدات والسادة الحضور أن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار التعامل معا على تعزيز العلاقات الصينية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنصيق السياسي بسأل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغزائية والدوائية والنفط والغاز كما اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية نقاط جولات المشاورات السياسية بين البلدين وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأزربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت فضلا عن تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأزربيجاني بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة السيدات والسادة لقد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثات مع فخامة الرئيس الأزربيجاني وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى تسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على قطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والضمار والخراب وفي ذات السياق أكدت لفخامة الرئيس خلال المباحثات مسندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل وهو مني في هذا الصدر للإشارة بالتقدم المحرز مؤخرا فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أزربيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصادر شعوب المنطقة الحضور الكريم ختاما وجد الترحيب بفخامة الرئيس عليف متمنين أن تشهد الفترة المقبلة تفرطا في مصار تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدينا في كافة المجالات استكمالا للعلاقات الودية والتاريخية التي تربط شعبين الصديقين شكرا جزيلا وأدوكم فخامة الرئيس للتفضل بإلقاء كالبتكم حرمتين! اشتركوا في القناة سيادة الرئيس لمشاركة في قوب 29 وشكرا وسعيد بأن فخصين بلا بدعوتي وكما أكدتوا أن مصر استضافت بشكل ناجح قوب 27 وكما أكدتوا أن استعداد جانب الأذربيجان لإقتناء خبرة المصرية في خبرة المصرية في هذا التجفي تنظيم وإعداد قوب 29 وهناك توافق في منظمات دولية في الشتى القضايا ولدينا التعاون المثمر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياس ونحن نقوم بجهود مشتركة لتعزيز وتقوية التدامن الإسلامي كما تعرفون فقد كانت أذربيجان تترأس قمة حركة عدم الإنحياس خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة فكان هذا الموضوع يحثى باهتمامنا كبير أثناء رئاساتنا لحركة عدم الإنحياس وموقفنا ينحسر فيه قيام دولة فلسطين مستقلة وعصمات القدسة الشرقية ولابد أن تتوقف الحرب في غازة فورا وكل القضايا لابد أن يتم حلها ومعالجاتها بطرق سلمية من خلال المحادثات حيث أكدت لسيادة رئيس أن أذربيجان تدعم الجهود المصرية في هذه الاتجاهات في هذا الاتجاه ولابد أن تأخذ جميع المبادرات المصرية في هذا المسار للاعتبار كما قدمت لسيادة رئيس معلومات حول التطورات فيما يتعلق بعملية تتبيع مع أرمينيا حيث تم إعادة أربع قرى أذربيجانية إلى جانب أذربيجان وذلك بناياً على المحادثات الثنية وكما يتم تجري عملية التحديد وترسم الحدود حيث تم في طارق هذه العملية تحديد نحو 12.7 كم وكذلك أبلغت سيادة رئيس بأن جمهورية أذربيجان قد استعادت في شهر سبتمبر عام 2023 سيادتها على كافة أراضيها وكذلك أخبرت إلى سيادة رئيس أن الحدود الأذربيجانية الأرمينية تشهد استقراراً على مدى العامين الماضيين ولا يتم رسط أي انتهاك فيما يتعلق بالتفاعل الثناية فلابد أن نشير إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري حيث تم ارتفاع غير هذا الارتفاع لا يرضينا وكذلك تحدثنا فيما تعلق بتعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية وطاقة المتجدة وصناعة الألمينيوم والسائر مجالات وأتوقع التوصل للنتائج الإيجابية وكذلك أجرينا تبادل الأوراق حول الممرات النقل والممرات بتحديد ممرات التي تم مر عبر الأراضي الأذربيجانية حيث تم إنشاء البنى التحتية التي تم مر عبر الأراضي الأذربيجانية هناك الفرص جميلة والسانحة جداً لتعاون في هذا المجال أما الجالسة التالية للجنة المشترقة الإقتصادية فقد قدموا أعضاء الوفدين معلومات في هذا الاتجاه وحيث تم إنقاد الجالسة الأخيرة في عام 2020 وستتم أو ستنعقد الجالسة التالية خلال هذا السنة وأتمنى أن سوف نتخذ الخطوة التالية لإنجاح هذا التعاون سيادة الرئيس أشكركم جزيلاً شكراً على حسن الاستقبال والحفاة والبالغة وتحتون أمل أننا سوف نلتقي في أذربيجان في شهر نوفمبر خلال كوب 29 شاهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأداري الهام عليابا حيث أكد الرئيس السيسي أن زيارة الرئيس الأداري الهام لمصر تعكس حرص البلدين على تعزيز الروابط والتعاون بينهما كما هنأ الرئيس السيسي نظيره الأداري على فوزه بولاية رئاسية جديدة وكذلك على استضافة مؤتمر كوب 29 فيما يتعلق بجلسة المباحثات التي عقدها الرئيسان أكد الرئيس السيسي اتفاقهما على أهمية دورية انعقاد اجتماعتهم لتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة مشيرا إلى أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة وبقوة في المباحثات وفي القلب منها القضية الفلسطينية كما أكد الرئيس السيسي مساندة مصر لكافة المبادرات الرامعة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز معربا عن تمنياته في أن تشهد الفترة القادمة طفرة في تعزيز التعاون بين البلدين من جانبه تقدم الرئيس الأدري بالشكر للرئيس السيسي على دعوته الكريمة لزيارة مصر مشددا على أن تبادل الزيارات بين الجانبين يعكس مدى حرصهما على تعزيز العلاقات المشتركة في هذا الإطار أعرب رئيس الأدري عن تطلع بلاده لتعرف على الخبرة المصرية في إعداد كاب 29 وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين قبيل المؤتمر الصحفي تابعنا مشاهدين أيضا مراسم التوقيع على عدد من مذاكرات التفاهم بين مصر وأدربيجان وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأداري مذكرات التفاهم والاتفاقيات شملت عددا من المجالات محل الاهتمام المشترك كالشباب والرياضة والكهرباء والطاقة المتجددة والاستثمار كذلك البترول والتروة المعدرية ترجمة نانسي قنقر المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديس لخبير العلاقات الدولية أستاذ طارق من الواضح توجيهات قيادتي البلدين لدعم التعاون فيما بينهما في عدة مجالات كيف ترى هذه الزيارة وتأثيرها على مستقبل التعاون المشترك في دوء الاتفاقيات التي تم توقيعها؟ بالفعل هذه الزيارة مهمة خاصة في هذا التوقيت وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة وفي ظل هذه الأوضاع الإقليمية وأتصور أن السياسة المصرية والديبلوماسية المصرية بتسعى دائما إلى مثل هذه التوافقات السياسية لأن التوافق السياسي دائما ما يؤتي أكل الاقتصادية والاستثمارية فلا يمكن أن يتحقق التعاون الاقتصادي وينتج في مجالاته المختلفة إلا إذا كانت هناك أرضية سياسية واحدة إلا إذا كان هناك توافق سياسي إلا إذا كان هناك هذا الإلهام الزعامة وكيمياء الزعامة التي تحرص على نسج مثلها كذا علاقات مع كافة دول العالم الدبلوماسية المصرية وبعتبر القائد السيسي وقائد هذه السياسة الخارجية القائد الأعلى لهذه السياسة الخارجية هو حريص على أن يطوي الأرض دبلوماسيا وأن تنفتح العلاقات المصرية ليس فقط على دول بعينها وعلى توقف بعينها وإنما على كافة دول العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا طيب فيما يتعلق أستاذ تارق بخصوصية العلاقات بين مصر وأدربيجان هل ترى أن هذه العلاقات بالفعل في العام الماضي أخذت منحانة جديد بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى باكو واليوم بعد زيارة الرئيس الأدري وهذا الزخم في مجالات التعاون فيما بين البلدين وحرص الرئيسين على دورية إنعقاد لجانة تعاون المشتركة ومنتديات رجال الأعمال المصريين والأدريين بالفعل هو أول رئيس مصري يزور راباكو في يناير الماضي 2023 وأتصور أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على ما تم التوصل إليه والسعي من جانب القيادتين إلى تفعيل وتعظيم ما تم التوصل إليه وأتصور أن الدولة المصرية بمياراتها الدبلوماسي التليد تم الاعتراف ثورا بدولة إدربيجان ثور انفصالها عن الاتحاد السوفيتي السابق وكانت هذه العلاقات ولكن هذا الزخم وهذه القوة أعطتها قيادة الدولة المصرية الرئيس السيسي هو الذي أعطى هذا الزخم وهذه القوة وأتصور بالفعل كما تفضلت أن هذه اللقاءات وهذا التوافق وهذا الانسجام من المفروض أن ينتقل إلى المستوات والمجالات الأخرى والمستوات الأقل وأتصور أن ينتقل هذا النجاح وينتقل هذا التوافق وهذه اللقاءات وهذه الرؤية وتترجم إلى تعاون مشترك إلى مشروعات اقتصادية وأتصور أن هذه فلسفة السياسة الخارجية المصرية الآن هي العمل على كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المواطن على الشعب على شعوب هذه المنطقة وأتصور أيضا أنه فيه ثمت يعني ثمت واضح تتميز به هذه السياسة الدبلوماسية المصرية هي ديمومة واستمرارية ذاك التنصيق والتعاون بما يحقق النتائج والمتابعة ليس زيارة وفقط وإنما زيارات متعددة جاولات متعددة لقاءات متعددة ومستمرة وهذه اللقاءات من شأنها أن تتعرف على إن كانت هناك صعوبات أو مشكلات في تنفيذ ما تم التوصل إليه وأتصور أن كل هذا نتيجة هذه السياسة الخارجية وهذه الجمهورية الجديدة سأتصور أن القيادة السياسية هي رائدة المشروعات القومية العملاقة الرئيس السيسي عراب الإصلاح والتحديث والتطوير أتصور أن القيادة السياسية امتهنت النجاحات والإنجازات أصبحت هذه مهنتها حرفتها دربتها لذلك كان هذا الحرص على هذه اللقاءات وجدنا لقاءات من قبل مع الرئيس الصيني مع كل الشركاء ومع كل القيادات العالمية يعني حرصا من الدولة المصرية على أن تنقل إلى مصر هذه الخبرات الخبرات التنوية الخبرات التكنولوجية كل هذه الخبرات من أجل هذه النهضة التي تحدث في الدولة المصرية طيب هناك مجالات وعيدة تنتظر تعزيز الشراكة بين مصر وأدرابيشان بجانب ما تم توقيعه من اتفاقيات مثل مجال التصنيع الدوائي في رأيك يعني هل يمكن تبادل الخبرات في هذا الجانب أن يصب في ما تطرحه أنت من سياسة مصر الخارجية الهدفة إلى دعم علاقتها مع كافة دول العالم بالفعل يعني هذه اللقاءات وعلى مستوى القيادات والدعمات للتعرف على كيف يمكن يعني تحقيق الاستفادة القصوى وتبادل المنافع ما بين البلدين فكما أشارت مصر يعني رائضة في هذه الصناعات الدوائية تستطيع أن تفيد الجانب الأذري أيضا فيما يتعلق بأذربيجان لها هذه الخبرات في مجال الزراعة وتكنولوجيات الزراعة أيضا فيما يتعلق بمجال مشترك ممكن أن يتحقق فيه الكثير من النتائج مجال الطاقة الجديدة والمتجددة المجالات عديدة وواعدة والعبرة دائما بالقيادة السياسية العبرة دائما بالرأ لأن الرأس والقيادة السياسية عندما تحقق هذا التوافق السياسي وتتوصل إلى أرضية سياسية استراتيجية واحدة يكون من السهل بعد ذلك التعرف على المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة المتاحة وتبادل مثلها كذا خبرات لأن مصر دولة كبيرة رائدة حققت هذه البنية التحتية بعد أن قضت على الإرهاب وأتصور أن يعني انطلاق مصر بسرعة القطار الكهربائي في ظل هذه الظروف رغم ذلك لها هذه النجاحات ولها ذكى التقدم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من مجال الهيدروجين الأخضر البنية التحتية الذكاء الاصطناعي ووحدة البيانات ومركزية البيانات حتى يستطيع صنع القرار أن يخطط ويخطط لما سيتم مستقبلا يعني كل ذلك يؤهل الدولة المصرية لعقد مثل هكذا شركات لذلك كان طبعيا أن يحرص العالم كله على نسج العلاقات الاستراتيجية الشاملة المتكاملة مع الدولة المصرية شاهدنا ذلك مع الصين مع الهند مع اليابان مع الاتحاد كل العالم حريص على هذه العلاقات الاستراتيجية مع الدولة المصرية وأيضا مصر تتحرك وبقوة وتذهب إلى دول لم نكن نسمع عنها مع فيتنام مع أذربيكا كل العالم مصر منفتحة مروحة علاقاتها الدبلوماسية الخارجية منفتحة على الجميع وتحقق هذه النجاحات على المستوى الداخلي وتريد أن تترجم على المستوى الخارجي دي ما يعود بالنفع لأن الأمور كلها مرتبطة ببعضها البعض والنجاحات مرتبطة ومعادية أتصور أن نعم نعم وضحت فكرتك أستاذ طارق ألبر ديسي خبير العلاقات الدولية شكرا لك جزيلا كنت معنا عبر الهدف ترتبط مصر مع أذربيجان بعلاقات وثيقة وروابط ثقافية وقيم مشتركة هذا وقد بدأ التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وباكو منذ عام 1992 تاريخ من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وأذربيجان حيث الروابط الثقافية المشتركة والعادات والتقاليد المتقاربة بين شعبي البلدين وازدادت تلك العلاقات عمقا خلال الآونة الأخيرة حيث الزيارات المتبادلة والصداقة والأخوة التي تجمع بين قيادتي البلدين حيث بعثت الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو في السابع والعشرين من يناير عام 2023 بعثت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتقوم العلاقات المصرية الأذربيجانية على أساس قوي من التماثل والتقارب حيث كانت مصر في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر عام 1991 وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي عام 1992 وبعد جولات من المشاورات السياسية بين البلدين شهدت العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة حالة زخم وحراك لتعكس ما تتمتع به العلاقات الممتدة بين القاهرة وباكو من متانة وتميز غير مسبوق انتداداً للعلاقات الودية الطيبة على المستويين الرسمي والشعبي وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي هذا الإطار شهدت العقود الثلاثة الماضية تقارباً مستمراً وتعاوناً دائماً بين البلدين يعزز تلك التفاهمات السياسية حيال العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك كما أن التعاون الثنائي شهد العديد من الإنجازات الهامة عكسه مستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وخاصة في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إذن على كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والسياحية تجمع مصر وأذربيجان علاقات تعاون قوية ومستمرة لتنتظر مستقبلاً واعداً وأفاقاً أرحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شاهدين انتهت تغطيتنا لفعاليات زيارة الرئيس الأدري إلهام علييف لمصر ونديع على حضراتكم مجدداً وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي ونظيره الأدري بقصر الاتحادية شاهدين انتهت تغطيتنا لفعاليات زيارة الرئيس الأدري بقصر الاتحادية باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة استناداً للروابط التاريخية الممتدة بينهما كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفقاباتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساً لجمهورية أزربيجان لفترة جديدة وكذا على الثقة التي حظت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق السيدات والسادة الحضور إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار التعامل معا على تعزيز العلاقات الصينية بين بلدين في مختلف المجالات والتنسيق السياسي بسأل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز كما اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية نقاط جولات المشاورات السياسية بين البلدين وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأزربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت فضلاً عن تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأزربيجاني بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة السيدات والسادة لقد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثات مع فخامة الرئيس الأزربيجاني وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على قطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والضمار والخراب وفي ذات السياق أكدت الفخامة الرئيس خلال المباحثات مسندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب الكوقاز ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل وهومني في هذا الصدد للإشارة بالتقدم المحرز مؤخراً فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين إزربيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالة شعوب المنطقة الحضور الكريم ختاماً وجد الترحيب بفخامة الرئيس عليف متمنين أن تشهد الفترة البقبلة تفرطاً في مصار تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدينا في كافة المجالات استكمالاً للإعلاقات الودية والتاريخية التي تربط شعبين الصديقين شكراً جزيلاً وأدعوكم فخامة الرئيس للتفضل بإلقاء كلبتكم فخامة الرئيس سيادة الرئيس سيادة الرئيس قبل كل شيء أود أن تقدم إلى سياداتكم بوافر الشكر على دعوتكم الكريمة وأنا سعيد جداً بتواجد في مصر وزيارة هذه سوف تصهم مساهمة كبيرة في تنمية علاقات بين مصر وأذربيجان في العام الماضي قد استقبلنا الرئيس سيسي في أذربيجان والآن أنا أقوم بزيارة رسمية وحيث يحمل هذا التبادل الزيارة أهمية لتنمية الحوار السياسي وكما دعت السيادة الرئيس لمشاركة في كوب 29 وشكراً وسعيد بأن سيادة الرئيس قد قبل بدعوته وكما أكدت أن مصر استضافت بشكل ناجح كوب 27 وكما أكدت أن استعداد جانب الأذربيجان لإقتناء خبرة المصرية في خبرة المصرية فهذا لتجفة تنظيم وإعداد كوب 29 وهناك توافق في منظمات دولية في الشتى القضايا ولدينا التعاون المثمر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياس ونحن نقوم بجهود مشتركة لتعزيز وتقوية التدامن الإسلامي كما تعرفون فقد كانت أذربيجان تترأس قمة حركة عدم الإنحياس خلال أربع سنوات الماضية فيما يتعلق فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة فكان هذا الموضوع يحثى باهتمامنا كبير أثناء رئاساتنا لحركة عدم الإنحياس وموقفنا ينحصر فيه قيام دولة فلسطين مستقلة وعصمات القدسة الشرقية ولابد أن تتوقف الحرب في غازة فورا وكل القضايا لابد أن يتم حلها ومعالجاتها بطرق سلمية من خلال المحادثات حيث أكدت لسيادة الرئيس أن أذربيجان تدعم الجهود المصرية في هذه الاتجاهات في هذا الاتجاه ولابد أن تأخذ جميل تأخذ جميل المبادرات المصرية في هذا المسار للاعتبار كما قدمت لسيادة الرئيس معلومات حول التطورات فيما يتعلق بعملية تتبيع مع أرمينيا حيث تم إعداد أربع قرى أذربيجانية إلى جانب إلى أذربيجان وذلك بنايا على المحادثات الثنية وكما يتم تجري عملية التحديد وترسم الحدود حيث تم في طارق هذه العملية تحديد نحو 12.7 كم وكذلك أبرغت سيادة الرئيس بأن الجمهورية الأذربيجان قد استعادت في شهر سبتمبر عام 2023 سيادتها على كافة أراضيها وكذلك أخبرت إلى سيادة الرئيس أن الحدود الأذربيجانية الأرمانية تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولا يتم رسط أي انتهاك تجارات حجم أراضي المصري تبيكي مشبت حلدر فيما تعلق بالتفاعل الثناية فلابد ينبغي أن نشير إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري حيث تم ارتفاع غير هذا الارتفاع لا يرضينا وكذلك وتحدثنا فيما تعلق بتعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية وطاقة المتجدة وصناعة الألمينيوم والسائر مجالات وأتوقع التوصل للنتائج الإيجابية وكذلك أجرينا تبادل الأوراق حول الممرات النقل والممرات بتحديد الممرات التي تم مر عبر الأراضي الأذربيجانية حيث تم إنشاء البنى التحتية التي تم مر عبر أراضي الأذربيجانية هناك الفرص جميلة والسانحة جدا لتعاون في هذا المجال أما الجالسة تالية للجنة المشتركة الإقتصادية فقد قدموا أعضاء الوفدين معلومات عن هذا الاتجاه وحيث تم الجالسة الأخيرة أو تم إنقاط الجالسة الأخيرة في عام 2020 وستتم أو ستنعقد الجالسة التالية خلال هذا سنة وأتمنى أن سوف نتخذ الخطوة تالية لإنجاح هذا التعاون وسيادة الرئيس أشكركم جزيلا شكر على الحسن الاستقبال والحفاة والبالغة متحفاة نحن شكرا كرا یهねぇ 睬 لائ ammo بأني موسيقى شكرا اشتركوا في القناة